مرحبا ما هي أسباب إصفرار البول اللون الطبيعي للبول هو لون أصفر فاتح ودرجة إصفرار البول لها علاقة وثيقة جدا بكمية السوائل الذي يتناولها المريض إذا كانت كمية السوائل كبيرة يجد المريض أو الشخص أن البول لونه مائلة للفاتح وإذا كانت كمية السوائل الذي يتناولها الشخص قليلة يكون البول لونه مصفرا أكثر ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن إذا كانت كمية أو كمية الإصفرار في البول كبيرة بغض نظر عن كمية السوائل فهذا مؤشر على وجود مرض معين في الكلة فأسباب إصفرار البول قد تتراوح من وجود البولة الدموية وفي هذا الحال يجب على الشخص مراجعة الطبيب للتأكد من أسباب وجود البولة الدموية التي قد تكون مؤشر لوجود لا سمح الله أو رام في الكلة أو في حوض الكلي أو في المثانة بعض الأمراض قائل تهابات المسالح البولية تؤدي لتغير في لون البول وبعض الأدوية أيضا يجب التأكد منها لأنها قد تؤدي لتغيير لون البول باختصار أي تغيير على لون البول يجب على الشخص مراجعة الطبيب للتأكد من أسباب هذا التغيير لأنه قد يصاحب بعض الأمراض الخطيرة ودمتم بصحة وسلامة اشتركوا في القناة